ترجع قصة بورما إلى ما قبل عام 1784 هيث كان إقليم أركان المسلم منعزلا عن بورما البوذية وكان الإسلام قد واصل إلى أركان أول مرة على يد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاس وبعض التابعين في أحد الرحلات التجارية ثم انتشر فيه الإسلام بشكل كبير على يد التجار المسلمين في عهد الخليفة العباسي هارون رشيد في القرن السابع الميلادي واستمر هذا الإقليم يحكم بالإسلام ثلاثة قرون بدأ ينتشر خلالها في بعض الأماكن الأخرى في بورما حتى عام 1784 حيث خاشي البوذي يونى من انتشار الإسلام فقام الملك البوذي بوداباي بضم أركان إلى باقي الدولة البرمية وبدأ بالطهاد المسلمين اضطهادا شديدا وأخذ أموالهم ونهب خيراتهم حتى عام 1824 حيث تعرضت بورما ومعها أركان للاحتلال البريطاني وبعد أن فشلت بريطانيا في إغضاع مسلم بورما الروهنجة قامت بإمداد البوذيين بكل أنواع الأسلحة وبدأت تدعمهم لاستئصال المسلمين فارتكبت مجازر ومذابح ومحارق باشعة بحق المسلمين وفي عام 1948 خرجت بريطانيا من بورما ليواصل البورميون البوذيون جرائمهم الباشعة ضد المسلمين فاتبع سياسة تعرف ببرمانة الدولة أي جعلها بوذية والقضاء على الإسلام ولكن الغريب رغم كل الوسائل الجبارة التي تبعها البوذيون ضد المسلمين لم يرتد مسلم واحد عن الإسلام فقرر البوذيون القضاء التام على المسلمين واستئصالهم بالأساس من بورما وواصلوا جرائمهم الباشعة ضد مسلم الروهنجة وخاصة بعد سيطراتهم العسكرية الفاشية على الحكم في بورما عام 1962 وفي عام 2012 ونتيجة لبعض الضغوط تم إعطاء مسلم الروهنجة بطاقات مواطنة وهذا ما لم ترضى به جماعة الماغة البوذية التي واصلت ممارسة الجرائم الباشعة ضد الأقلية الروهنجية المسلمة من قتل وحرق وذبح وهدم قرى بأكملها فوق رؤوس ساكنيها بورما والتي صارت تعرف اليوم بميانمار يوجد بها أكثر من ثمانية ملايين مسلم كثير من حقوقهم ضائعة وقد يرحلون عبر المحيط إلى أرض أخرى وإن سلموا من الغرق يتعرضون للاعتقال في الدول المجاورة لأنهم غرباء وقدموا على بلدان ترتفع فيها نسبة الفقر فلا يجدون مكانا وقد رأينا في هجرتهم مناظر يندى لها الجبين من غرق أسر بكاملها وانتشار الجوع والمرض والله إن القلب لا يتقطع عندما يرى الأطفال والرجال يبكون من القهر ومن حزنهم على أهليهم وخوفهم عليهم يبكون من هول ما رأوه من إبادة في حقهم على مرء من العالم المتحضر أجمع بل بدعمهم فتبدأ رحلة اللجوء مرة أخرى والبحث عن موطن جديد وهكذا من قارب إلى قارب ومن رحلة موت إلى رحلة تغريب وبورما فسيفساء من الأقليات وخليط من الديانات فإلى جانب البوذيين الذين يشكلون أغلبية السكان نجد المسيحيين والمسلمين والهندوس وكثيرا من الديانات الأخرى لا يوجد بشر على وجه هذه الأرض سحق كما سحق المسلمون في بورما ولا دين أهين كما أهين الإسلام في بورما عشرة ملايين من المسلمين في بورما ميانمار حاليا من إجمال خمسين مليون تعداد سكان بورما يعيش المسلمون جحيما حقيقيا تتعامل الطبقة العسكرية الحاكمة معهم وكأنهم وباء لا بد من استئصاله من كل بورما فما من قرية يتم القضاء على المسلمين فيها حتى يسارع النظام العسكري الحاكم بوضع لوحات على بوابات هذه القرى تشير إلى أن هذه القرية خالية من المسلمين قرى بأكملها أحرقت أو دمرت فوق رؤوس أهلها لاحقوا حتى الذين تمكنوا من الهرب في الغابات أو إلى الشواطئ للهروب عبر البحر وقتلوا العديد منهم وكانوا يدفنون الضحايا في طين البحر وأدا للفضيحة ومن استعصى عليهم قتله ولم يتمكن من الهرب ورأوا أن لهم به حاجة فقد أقيمت لهم تجمعات كي يقتلونهم فيها ببطر وبكل سادية تجمعات لا يعرف ما الذي يجري فيها تماما فلا الهيئات الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه التجمعات وما عرف حتى الآن أنهم مستعبدون بالكامل لدى الجيش البرمي كبار وصغار حيث يجبرون على الأعمال الشاقة ودون مقابل أما المسلمات فهن مشاع للجيش البرمي حيث يتعرضن للاغتصاب في أبشع صوره امرأة مسلمة ظل الجيش يغتصبها لمدة سبع سنوات وأنجمت ستة أطفال لا تعرف أبا لهم تخيل بعد أن قاتل الجيش زوجها لأن شوال أرز سقط من على ظهره وامرأة مسلمة حامل ذهبت لمركز للطعام تابع للأمم المتحدة فعاقبها الجيش باغتصابها حتى أسقطت حملها أما من ينتظر دوره منهم فخذ بعضا من القوانين التي يطبقها عليهم الجيش لا زواج للمسلم قبل الثلاثين وللمسلمة قبل الخامسة والعشرين وأحيانا يمنع تزاوج المسلمين كليا لفترة من الوقت وحين تكتمل الشروط تبدأ عذابات الحصول على الإذن بالموافقة والذي لا يعطى دون رسوم باهظة ورشاول ضباط الجيش وإذا حملت المرأة المسلمة فعليها أن تذهب لمركز الجيش التابع لمنطقتها لتكشف عن بطنها بحجة تصوير الجنين بالأشعة ويتصرفون بهذا الأسلوب حتى لا تفكر الأسر المسلمة بالحمل والإنجاب لأنهم يعلمون حساسية المسلمين بالنسبة لقضية كشف العورة وليس هذا وحاس بل جاءوا بمرضى الإذ الاغتصاب المسلمات لنشر هذا المرض بين المسلمين أما من نال قسطا من التعليم أو حباه الله بموهبة ما أو صاحب رياضة معينة فالويل له إن لم يستفد منه الجيش فحينها يكون عقابه السجن حتى الموت ما أحكيه لك وأقصه عليك واقعا وليس خيالا هذا شعب يباد على مرأة ومسمع منه وما زالت هذه الجرائم والقوانين مستمرة حتى الآن في الوقت الذي أكلمك فيه ومع ذلك فقد سجل التاريخ لمسلمي بورما أن الموت عندهم أسهل بكثير من أن يرضوا بأي دنية في دينهم فلم يسجل أن أحدا ارتد عن دينه بل كانوا عندما يخيرون بين القتل أو أكل لحم الخنزير يختارون الموت على ذلك حين حاول البوذيون والنظام العسكري الحاكم حملهم على الارتداد عن دينهم تطبيقا للشعار الذي اتخذوه لا بيت فيه مسلم في هذا الوطن فلما لم يقدروا اتخذوا معهم هذه الطريقة ألا وهي إبادتهم بأقدر الأساليب التي عرفها البشر ومن الصعب تحديد المذابح التي تعرض لها المسلمون في بورما أو ذكرها جميعها في حلقة ولكن ما يمكن قوله إنه في كل هذا الجحيم الذي تعرضوا له لم يلتفت إليهم أحد من المسلمين وفي عام 1938 قام البوذيون وبدعم من الإنجليزي حين كانت بورما مستعمرة بريطانية بارتكاب مذبحة قتل فيما يقرب من 30 ألفا من المسلمين وأحرق 113 مسجدا وفي عام 1942 ارتكب البوذيون مذبحة أخرى في أركان والتي كانت في يوم ما دولة إسلامية ذهب ضحيتها ما يقرب من 100 ألف مسلم وهي المذبحة التي دمروا فيها جنوب أركان بالكامل وعندما استولى الجيش عام 1962 على الحكم في بورما ارتكبوا العديد من المذابح والطرد بحق المسلمين وبأبشع من سابقيهم وبأكثر سرية وهي التي حين كانت تكشف لوسائل الإعلام ترد بطريقة ذكية كالقول إنها جرت ضد أقليات عرقية ودون أي ذكر لاسم المسلمين وفي عام 1978 طرد الجيش البرمي أكثر من نصف مليون مسلم في ظروف سيئة جدا حتى توفي أثناء التهجير ما يقرب من 40 ألفا من النساء والأطفال والشيوخ حسب إحصائية لوكالة غوث اللاجئين وفي عام 1988 تم طرد وتهجير 150 ألف مسلم وتم تهجير ضعفهم في عام 1992 حتى واصل عدد المهجرين والمطرودين من مسلم بورما أربعة ملايين ونصف المليون مسلم وفي عام 2012 ارتكب البوذيون مجزرة شنيعة بحق عشرة من الدعاة المسلمين حيث ربطوهم وظلوا يضربوهم بالشوم والسكاكين والسيوف حتى ماتوا ومثلوا بجوثثهم ثم واصلوا جرائمهم بمهاجمة المساجد وهدمها وقتل كل الرجال والنساء والأطفال في حفلات موت جماعية وإشعال النار في أحياء في محارق بشعة وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم ودفنوا بعضهم أحياء وتقطيعهم بالسيوف وهدك أعراضهم وإلقائهم في عرض البحر طبعا أعتذر عن هذا الوجع الذي أتسبب به لكم ولكن هذا ما حدث فعلا وكنا نرى فديوهات يندى لها الجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله وعندما فازت المعارضة في الانتخابات الوحيدة في بورم عام 1991 والتي ألغيت نتائجها دافع المسلمون الثمن لأنهم صوتوا لصالح المعارضة فطردوا منهم يقرب من نصف مليون مسلم أيضا وأيضا أصدرت السلطات قرارا بحظر تأسيس مساجد جديدة وعدم إصلاح وترميم المساجد القديمة وتدمير المساجد التي تم بناؤها أو إصلاحها خلال عشر سنوات منصرمة في الإقليم وبموجب هذا القرار فإن السلطة هدمت إلى الآن أكثر من 72 مسجدا وأربع مراكز دينية واعتقلت 210 من علماء الدين وطلبة العلم وقتلت 220 مسلما وأكد إمام أحد مساجد العاصمة ياندون أن المسلمين لا يستطعون الجهر بشعائر دين في ميانمار وتمنعهم الحكومة من استخدام مكبرات الصوت الخارجية لرفع الأذان كما تمنعهم من بناء مدارس خاصة بهم وتضيق عليهم في تولي الوظائف وخاصة الحكومية ولا زال مسلمي الروهنج ينامون ويستيقظون على مذابح وجرائم جماعات الماغى البوذية المدعومة من النظام الحاكم في بورم وكذلك على يد سفاح الجيش البرمي دون أن يغيثهم أحد فهم لا بواكي لهم وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر قال الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ وَالْغَالِبُونَ وَالْغَالِبُونَ وَالْغَالِبُونَ